أنا دائماً أصرخ على عيالي وأعرف أنه هذا غلط وقد يسبب انعدام الثقة عندهم فكيف أربيهم تربية متميزة؟ طبعاً علشان تربينهم تربية متميزة لازم توقفين صراخ يعني إذا أنت مش تهي تصارخين صارخي قبلها تدخلين البيت حتى لما تدخلين البيت شهوة لصراخ مالتش هذه تنتهي راحت زائد أنه إذا تربين عيالك على الصراخ صراخ 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 معناته أنه عيالك كسبوا الصراخ يعني شوفين عيالك حتى هم يتكلمون مع بعض صرخون ليش صرخون؟ لأنك أنت ربيت يوم على الصراخ لأ وأنت بعد عندك معلومة يعني عندك معلومة أنه الصراخ تعدم الثقة في النفس وهذا كلام صحيح أنه الطفل تنهز يصير عندها اهتزاز بالثقة في نفسه من كثرة صراخ همه ثم طبعاً آخر شيء في السؤال تقول فكيف أربيهم تربية متميزة؟ طبعاً هذا لقائنا اليوم راح نتكلم عن التربية المتميزة بس أنا عندي قبل لا أجاوب على هذا الشيء من السؤال أولاً لازم توقفين الصراخ طبعاً الصراخ معناته عصبية معناته أنت لازم تعالجين عصبيتك لو ترجعين إلى قناتنا على اليوتيوب دكتور جاسم تيفي أنا مسجل أكثر من لقاء في كيف الواحد يضبط أعصابه أثناء تربية أبناءه وكيف الواحد يتحكم في مشاعره ويتحكم في أعصابه وكيف أنه يتحول العصبي إلى حليم أنا مسجل لعدة لقاءات ممكن ترجعي لها وتستفيدين منها